السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصباح الخير عليكم جميعا يا رب إن شاء الله في هذه المحاضرة سنبدأ موضوع جديد من موضوعات الفايتو كيميستري وموضوعات هو آخر موضوع في الاروماتيك بوليكييتويدز دعونا نرى ما هم الاروماتيك بوليكييتويدز هذين مع بعض قبل ما أبدأ بهذه المحاضرة كنت حكيت للشعب قبل أن أحكي لكم كمان إنه إذا رتبت المحاضرات تعاون هذه المادة من المحاضرة الأعلى أهمية للمحاضرة الأقل أهمية فهذه المحاضرة هي رقم واحد أو رقم اثنين ستكون محاضرة اليوم كثير مهمة فلو سمحتوا الكل يركز فيها وينتبه دعونا ننتبه مع بعض الاروماتيك بوليكييتويدز إذا تتذكروا في بداية البوليكييتويدز كما كنا نتحدث عن الاسيتاتيات باثوي حكينا أن الاسيتاتيات باثوي يعطينا كمباونز وهذه الكمباونز سميناها البوليبيتا كيتويدز صح؟ إذا كان صار عليهم فل motive فهم رح يعطون الفاتي أسد وإذا صار عليهم درجات مختلفة من الـ Reductions فهم رح يعطون الماكرولايدز صح؟ وشفنا كمان شفنا الماكرولايدز في هذه المادة وشفنا الفاتي أسد في الكونيزي وشفنا كمان الـ Linear Polyketides كان جزء منهم فاتي أسد وجزء منهم حدث عليهم درجات مختلفة من الـ Reductions كما صار على الماكرولايدز وظل علينا آخر شيء الـ Polyketides التي لا يحدث عليهم Reductions بالمرة هذه الـ Polyketides التي لا يحدث عليهم Reductions نعطينا الـ Aromatics أو الـ Aromatic Polyketides دعنا نرى الـ Aromatics و Polyketides مع بعض ولماذا هؤلاء Polybeta-keto-esters التي لا يحدث عليهم Reductions هم الذين يحاولون الـ Aromatic Polyketides ننسى هذه السلائدة ونرى هذه الوضع هذا عبارة عن Polyketide هذا الـ Polyketide ليس صاير عليه Reductions كما أنتم ترون يظل موجودة في الحالة الأصلية تبعتها أين هي المنطقة الموجودة في هذا المركب؟ الكاربونال ما فيها الكاربونال؟ فيها كاربون عام لدبل بوند مع الأكسجن فيها أكسجن الأكسجن ببارة أصلاً عن إلكترونيغاتي أتم عليها two long pairs of electrons وبما أنها أكسجن 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 فالأكسجن سيكون عليها؟ أكسجن أكسجن والكاربون والكاربونال فهي هذين the two sources الأولينيين تبعوني الـ Unstability إنه لدي أكسجن أكسجن والكاربونال والكاربونال لأن كل واحدة من هذين الكاربونال الذين لونهم أزرق هذين مربوطون بدبل بوند بالأم ما ظل عندي هنا؟ ظل عندي الكاربونات التي لونها أخضر وهي عبارة عن ماذا؟ ما نسميهم الكاربونات اللي هون؟ ألفا ألفا صح؟ ليس هذين ألفا كاربونال ممتاز هذين نسميهم ألفا كاربونال لأن كل واحدة فيهم هي ألفا للكاربونال هذين الألفا كاربونال اللونهم أخضر هون ما مالهم؟ ما يعتبرون؟ أصدق يعتبرون أصدق والذين على الشمال لذلك كل واحدة من هذين الكاربونات اللونهم أخضر هذين عبارة عن أصدق وعندما تفقد البروتون تتحول إلى نيوكلوفا وهي الكلمة التي قلتها بالأول هذين الألفا كاربونال هم عبارة عن مشاريع نيوكلوفايل مشاريع نيوكلوفايل محتملة وعندي أيضا إلكتروفايل ثانيين بنفس المركم طيب واضح كل شيء لحد هنا هذا هو السبب الذي سيجعل البوليكيتويد التي لم يحدث عليها تتحول بعد ذلك إلى أروماتيك كومبون دعونا نرى مع بعض أرجونا نركز وننتبه مع هذه السلايدة هذه أهم السلايدة بالمحاضرة وإذا فهمناها كل المحاضرة بالنسبة لنا ستكون مفهومة هؤلاء 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 لماذا هؤلاء موجودين؟ خربيش الشعب الأولي لازم موجودة فقط أين خربشت؟ فقط نصل الأمام نحصل الأمام ثلاث نبدأ من أي بالقييتويد في الدنيا أي ب utbo يبدو من الساوتر من امستندر ومملي collapsed ثلاث ما ملوني كي كي ضعوني edar 同 مكون من forty uration on o أنه لدي أسيتايل وثلاثة ملونويل يعني مكون من كم زر كربون؟ لا، مكون من ثمانية هكذا تغلط، وهكذا تكون أنت حافظ وسن لا حافظ، دارس وفاهم وعارف كل شيء ومع هكذا تقابط الامتحان فأنا أتكلم، أنا سألت عن عدد درّات الكربون دائماً أقرأ السؤال المليح بالامتحان قرأت السؤال ونصف الإجابة يعني أنا متأكد أنكم عارفون أنهم ثمانية لا تستعجلوا بالإجابة دائماً ركزوا بالمطلوب عشان تجاوبوا صح فأعطوني هذا الـ Poly-Beta-Keto-Ester أو هذا الـ Poly-Ketide الذي مكون من ثمان ذرات كربون أو 4 acetate units الآن عادةً في الـ Organic Chemistry الـ Hydro-Carbon بعد أن تتكون إذا كانت لينير مثل هذا الـ Poly-Beta-Keto-Ester أو أي لينير كومباون تاني بالدنيا نحن نرسمها لينير هنا على الرسم وعلى الـ Structure وعلى اللوح لكن فعلياً لا تكون لينير بالحياة الواقعية ستكون هي لافة على حالها ستكون عاملة مثل كويل عاملة مثل الزنبرك لماذا تعمل مثل الزنبرك؟ الآن غير شغلة الـ Structure-Kindrance يا عمر ما فيه عندي كمان الآن أنا بالنهاية عايش أدور بأي سيستم في الدنيا أدور على الـ Stability صح؟ كيف أقلل المساحة التي بين الـ Compound تبعي والسيرفس قدر الإمكان بأنني أجعل الـ Compound مطوي أو منك مشغل على بعض صح؟ إذا كان هذا الواقف أنا كل جسمي معرض للسيرفس ولكن تخيلوا بأنني أتكوّرت على حالي ستقلل هذه المساحة فهذا هو السبب النهاية فـ Compound ستكون عاملة مثل الزنبركات أو مثل هذه اللعبة التي تلعب فيها الولاد الصغار ستكون لأفة على بعض وتمسكها وتحركها لا أعرف ماذا يسمونها لكن يجب أن أضع صورتها هنا أيضا الـ Compound ستكون مثل هذه فهذه الـ Compound ستكون لها فالـ Folding الآن الـ Foldings له أشكالي لحسب الـ Enzyme الذي يعمل هذا الـ Folding أصلاً حتى بدون Enzyme على أيضاً الـ Linear Compound له أصلاً الـ Natural Tendency أنها تعمل Folding بنفسها بدون Enzyme ولكن دعنا نرى هنا هذا الـ Poly-Beta-Keteroster يمكن أن يعمل Folding بـ Two ways إما Folding A أو Folding B دعنا نرى لو عمل Folding A ما سيحدث في هذا الـ Poly-Keter حسناً عندما نعمل Folding في الشكل ما حدث في هذا المركب؟ المركب تنكمش أو تكوّر على بعضه صح؟ ما حدث فيه؟ ما كان لديه شغلات قريبة من بعض؟ دعنا نظر إلى الدائرة الحمرة الموجودة هنا حسناً أين هل موجودة الـ Stability الموجودة في الـ Poly-Keter أنه لدي الـ Carbon ودي أيضاً الـ Alpha Carbon عندما عملت Folding ما أصبح أريباً من بعض؟ أصبح هذه الـ Carbon أريبة على الـ Alpha Carbon التي تحتاجها صح أم لا؟ الآن الـ Alpha Carbon لماذا تعتبر واحدة من الـ Sources of Unstability لأنها أصدق فهي فقدنا Proton يتكون علينا negative charge وهذه negative charge هي Stable by Resonance لأنها تكونت فون وهذه negative charge في نفس الوقت مع Folding أريبة على من؟ أريبة على Carbon صح؟ ما سيحدث عندي هنا؟ نيوكلفالك من نيوكلفال الذي هو الـ Alpha Carbon على الـ Carbon تبعته الـ Carbon ما هو هذا النوع من الـ Reaction نسميه نيوكلفالك من Carbon على Carbon هذا الدول أو كليزن ما هي الدول أو كليزن؟ هم عبارة عن نيوكلفالك من Carbon أو Alpha كليزن هم الدول أو كليزن لماذا هم الدول أو كليزن؟ ببسط لن تكتبعه على المدنة هناك Carbon هل لدي جميع المدنة جميع المدنة وضعي وضعي مدنة ليس لدي مدنة ولكن من الرابطة الذي ستكسر؟ بين Carbon ومدنة والـ O الدبل بند، هذا الـ reaction طبيعي، مثل أي الـ reaction بالدنيا فأعطاني هذا الـ الـ type product، وهذه الـ carbon التي تحولت لـ OH لأن الـ double بند كسرت وذهبت لـ O و O بالإلكترونات الـ double بند أخذت الـ hydrogen تبع الـ alpha carbon الذي فقدته بالـ acidity، أي طلع هنا وأخذنا وتكون عندي هذا الـ الـ type product صح أو لا، هذا الـ alcohol وهذا تحت الـ carbon لنستبعون الـ extender، لذلك هذا يعتبر الـ double-type product واضح، الآن هذا الـ double-reaction هو عبارة عن intramolecular reaction من ما حدث هنا هو حدث على reactants أو two reactants هؤلاء الـ two reactants هم عبارة عن two parts of the same molecule لذلك أعطاني ring أو cycle في الـ product أي cycle أو هذه الـ ring هي عبارة عن six carbon atoms الآن لماذا الـ folding تم بهذه الطريقة والـ ring التي تكونت عبارة عن six carbon atoms؟ هنا إجابة زمين عمر لأنه حكى بسبب شغلة ماذا يريح إلى الـ atoms؟ إنها تنطوي بهذا الشكل بحيث أنها تشبه الـ rings التي فيها سد الرات كربون طيب، بعد أن وصلنا إلى هذه الخطوة، ما سيحدث عندي هنا؟ سيحدث عندي loss of water loss of OH من الكربون لفوق وهذا يجمع الكربون التي يجمعها هي الكربون التي تحتها الكربون التي تحتها ماذا يعطيني؟ يعطيني double bond فهذا تكونت عندي هنا هذه هي double bond طيب، بعد ذلك، في الخطوة الأخيرة كان لدي كربونيل، صح؟ هذه الكربونيل الأولى والكربونيل الثانية التي تحتها تتحولوا إلى كل واحدة من الكربونيل تتحولت إلى OH ماذا يحدث عندي في هذه الـ reaction؟ غلط لكي أسألكم لكي ننتبه أنه ليس كل تحول من كربونيل إلى OH هو يعتبر reduction reaction دعونا نرى ما يحدث عندي الآن، متى هذا التفاعل يعتبر reduction؟ إذا فقط الكربونيل تتحول إلى OH الكربونيل تتحول إلى OH ساعتها هذا يعتبر reduction ولكن ماذا يحدث عندي هنا؟ يحدث عندي double bond، معناته ما يحدث؟ أنا كان لدي هنا أصلاً hydrogen صح؟ كان لدي هنا hydrogen والأكسجن عليها لون pair of electrons أخذت هذا الـ hydrogen صح أو لا؟ ولما أخذت هذا الـ hydrogen عوضت اللون pair of electrons بأنها كسرت double bond التي بينها وبين الـ carbon والـ hydrogen استغنى الـ hydrogen استغنى الـ electrons التي بينها وبين الـ carbon لأنه نعمل عليها نيوكليف الـ attack فذهب إلى الكربونيل فأصبح لدي كربوني عليها negative وكربوني عليها positive وبعد ذلك أصبح لدي أن يكرف لك من الـ negative على الـ positive أصبح لدي هذا double bond إذن ما أصبح لدي هذا الـ reaction؟ ماذا؟ 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 إذن؟ بالظل ثم 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 ماذا تعصون ؟ تعتبر تتمول تثير leader' وهذا تسمي تثير cours الاصع QUESTION منه لا يعتبر التحاليㅋㅋ لفهم الثاني hiếu يحدث عني الاؤaccolutre وهو الآخر المثاب الخاص deliberately lebحث الآن بعض الزيارين bisschen الكثير من الآخر المثاب الخاص بال PSD جميع خاص الآخر موجود ثالث دائما وعليه فattend Alors Logos فهذا انتقلنا من هذا الـ Polyketoid إلى هذا الـ Aromatic Polyketoid عندما هي البنزين رنك تعتبر Aromatic رنك فتحولنا إلى هذا الـ Orslinic Acid الذي هو Aromatic Polyketoid في النهاية واضحة هذه الخطوات التي توجد هنا على الشمال طيب، نذهب الآن على اليمين في حالة الـ Folding B نرى نفس الشيء تقريباً More or less يعني اختلاف بسيط الـ Folding B أيضاً سيجعله لألفا كاربون أريبة على كاربونل والألفا كاربون تعتبر ماذا؟ أصدق فإن يكلف لك التاك من الألفا كاربون على الكاربونل الذي تحت هلأ هادرين يكلف لك التاك؟ هل سيعطيني هذا الأول أم كليزين ريأكشن؟ كليزين، لأنه ممتازين، لديه هنا Leaving Group الـ S Enzyme، هذه عبارة عن Excellent Leaving Group فهنا دخلنا في Claesan Reaction، هذه الـ Intermediate التبع لـ Claesan Product وهذه الـ Claesan Product في النهاية بعدما تخرج الـ Leaving Group وتكونت عندي الـ Carbonyl Functional Group وهذا هو الـ Claesan Type Product الذي يوجده دو كاربونل ليس كاربونل وألكوهل كما رأينا قبل سواء حسنا، هذا الـ Intermediate الذي يوجده دو كاربونل كيف تحول لهذا الـ Compound الذي يوجده بنزين رينج وثلاث أوتشه؟ كم واحدة؟ كم واحدة؟ الآن كان هناك كم واحدة لأن البنزين رينج فيها ثلاث دابل بونز تمام؟ هنا كان عندي ثلاث دابل بونز أو سريح، في الشمال الثلاث دابل بونز واحدة فيها جاء نفسه الواتر وثلاثين هاتران من ثلاث دابل بونز الآن على اليمين كيف تكون هاتر عن الـ ماذا تكون هاتر ثلاث دابل بونز sorry ثلاث دابل بونز صح، كان لدي تار ثلاث دابل بونز هذه كل واحدة تحويت لـ وثلاث دابل بونز كأنها نزلت داخل في الـ رينج ثلاث دابل بونز واتقوني هذا الـ FloraCyto الذي أيضا وهو يو نظر وواصلها كان polycythides لذلك هو aromatic polycythides واضح هذه السلايدة هناك شيء ليس مفهوم فيها قبل أن نكمل إذا فهمتها تعتبروا فهمتوا كل المحاضرة الموضوع هو فقط تطبيق عليها. هذه الـ products التي رأيناهم قبل قليل أرسلينك أسد والفلوراسيتو فينون والذي قالنا aromatic polycythides ما هو الأشيء الذي يميز aromatic polycythides؟ ما هو المميز الـ polycythides بشكل عام؟ وجود مين؟ كيف تعرف أن هذا الـ compound polycythides أو compound in a state pathway؟ من الـ on-of-oxygenation نرى الـ aromatic polycythides ما هي الـ carbon؟ Oxygenated هل هذا هنا؟ لا هل هذا هنا؟ موجود عندي الـ on-of-oxygenation في الأرسلينك أسد في الفلوراسيتو فينون هذا الـ oxygenated non-oxygenated ثم هنا oxygenated ثم non-oxygenated ثم هنا oxygenated ثم non-oxygenated إذن هذا الـ on-of-oxygenation موجود في الـ aromatic polycythides صح؟ هو أصلاً هذا المميز الـ aromatic polycythides الآن هذا الـ on-of-oxygenation ما نسميه؟ هذا الـ carbon الذي حامل الـ OH الكاربون الذي بعدها إذا تتذكروا التسميات في البنزين هذا أورفو كانت صح؟ وهذه الميتة فالميتة carbons هذه الميتة على أماث temple وعلى أماث هذا الميتة تذكرت الخلصة إذا كنت أبدأ العد من هذه الأورث وهذه الميته وحتى الجهة ال� Loop Wa all-Une and 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 a ما دagh لو؟ إليها أكسجن وليس مررح من أي أكسجين أن يبدأ في الأكسجين ستراء على الكربون الثاني الأكسجينة، إيه يمين? هي réf Abs Perlbl Kell Drug En��� Suddiff Oxygenation في حالة الْAromatic Polyketid يسمى مِيته Oxygenation إذاً يميز على الـ Aeromatic Polyketid هو وجود الميتا بنفس المبر Hungry Oxygen, هو صورة من صورhui Un-off Oxygenation لكن عندما يكون على Aromatic System. هذا الذاتي يميز على 검 trainees Holy Poly Cetides عن وعليها الميتا أكسجينيشن، هذا هو المميز بين هؤلاء الاثنين، واضح؟ الآن نأخذ أمثلة أو تطبيقات على الحكي الذي كنا نتحدث عن هذا الـ Polycheteide مكون من 3 Acetate Units لكي يكون مكون من 6 Carbon Atoms وصل إلى فولدنج، ننسى هذا العلمين، هذا ليس قرمتك Polycheteide سوف أبدأ بالحكي الذي على الأشمال الأول في الـ Polycheteide بعد أن أصل إلى فولدنج، بالطريقة التي نرىها هنا الـ Hydroxyl بالنصف، أصبح الـ Reduction إلى OH بعد أن أصبح الـ Reduction إلى OH، أصبح لديه Loss of Water OH من Carbon، وهيدروجين من Carbon لكي تكونت عندي هذه الـ Double Bond بعد ذلك، أصبح لدينا مستخدمة لهذا الـ Polycheteide بمقدار 2 Carbon Atoms فأزدنا 2 Carbon Atoms بعد أن أزدنا 2 Carbon Atoms ما أصبح لدي؟ أصبح لدي ألفا Carbon وهي الكربونة هذه التي تحت قريبة على Carbonil فما سننتهي؟ سننتهي بـ Intermolecular الدول أو Clasin بما أنه لا يوجد لديه Loss of Water فإذن Intermolecular الدول سيكون بالأول عندي هنا OH المفروض على هذه الكربونة صح؟ بعد ذلك، الـ OH راحة هي أو Hydrogen من الكربونة التي تحت أصبح لديه Loss of Water لأنها تكونت لديه Double Bond الثاني والـ Double Bond الثالثة بهذا السيستم كيف تكونت؟ تكونت نتيجة اللمين Enolization صح؟ لأنه كان لديه Keytone وهذا Keytone تحول للـ Enol فتكون لدي هذا المركب وهو Six Methyl Slic Acid وهو عبارة عن Aromatic Polycheteide إذن، ما تلاحظون التفاعلات التي تكون للـ Aromatic Polycheteide؟ الآن، رأينا الماكرولايد ما هي التفاعلات التي تكونها؟ كانت الأول الدولة وكليزن صح؟ بعدين درجات مختلفة من الـ Reductions إذا تتذكروا بعدين Stenification بعدين Modification وبعدين كان لدي Glycosylation إذا كان لدي Glycosylation حسنا، ما هي الـ Aromatic Polycheteide؟ ما هي التي تكونها؟ الدولة وكليزن بعدين ماذا؟ Intramolecular الدولة وكليزن لأن الدولة وكليزن الأول بعدين Intramolecular الدولة وكليزن بعدين هل الـ Loss of Water دائماً يحدث؟ لا دائماً مرات يكون لديه الـ Loss of Water صح؟ كما رأينا الأرسلينك أسد لكن في حالة FloraCyto في نون لا، مرات يحدث لديه الـ Loss of Water ومرات لا وماذا يحدث لديه أيضاً؟ Annalization هؤلاء هم الأربع الاكشنات التي تكررون الدولة وكليزن بعدين Intramolecular الدولة وكليزن بعدين لص of Water لكن في بعض الأحيان ليس دائماً يكون في نصف واتر وآخر شيء Lennolization هؤلاء هم التفعالات الأربع التي تكرر دائماً في الـ Aromatic Polyketides حسناً، رأيناهم قبل وهي رأيناهم هنا الآن هذا الجزء العلمي من الـ Basynthetic Scheme هو ليس Aromatic Polyketides فكيف تكون؟ تكون نتيجة لـ Esterification Reaction بين الثيو وإستر وهذه الكاربونيل التي تكون فيها بعد أن تصل لها ماذا بالأول؟ كيف تدخل هذه بـ Esterification Reaction؟ الكاربونيل لكي تدخل في Esterification Reaction مع هذه أستر ماذا يجب أن يحدث فيها؟ هل تصل لها Reduction؟ نعم، تصل لها Thetimerization بلجتم تنتبهوا كيف أميز بين Reduction و Thetimerization الـ Reduction، الكاربونيل الـ OH ولم تغيرت الدبل بوند ولكن إذا وجدت لديك OH وفيها دبل بوند كما في هذه الحالة، غالباً يصبح لدي Thetimerization فهذا نستطيع أن نميز بينهم الآن نأتي إلى تطبيق أو مثال ثاني في عندي هذا الـ Polyketide هذا الـ Polyketide يوجد عليه كم Acetate Units وهذه 7 Acetate Units وهذه يصبح لـ Folding بالطريقة التي نرىها مرة أخرى، نفس الحقيقة لدي ألفا كاربون، وهذه الألفا كاربون وهذه أريبة على كاربون تبعت الكاربونيل، فأدخل من أي نوع من الـ Reactions؟ Intramolecular هل هذا أم لا يوجد هنا؟ هل هذا لأنه ليس لديه فإنترامolecular هل هذا وأعطيني OH بعدين هل هذا الـ OH؟ ما سيحدث لها؟ تظهر بـ Loss of Water مع الـ Hydrogen من الكاربون اللي جنبيها لأنها تكونت لدي هنا double bond نفس الشيء على الجهة الثانية من الـ Folding ألفا كاربون إنترامolecular سأعطيني OH وهذه الـ OH سيصل لها Loss of Water لأنها تكونت لدي أيضا double bond الثانية بعد ذلك هل 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 هم النظر؟ هل هل نتيجة لـ Loss of Water والأربعة التانيين هل 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 هلажу والحلين نتيجة لـ الانترميديت الذي هو أصلاً أروماتيك بوليكيتيتاين بعد ذلك هذا الانترميديت دخل في استريفكيشن رياكشن بين الثيوستر وبين الألكوهول وأعطاني استر والاستر هذا لاكتون لأنه إنتراموليكيولر رياكشن وتكون عندي هذا الكمباوند الذي هو الألترنريولد اسمه غريب شوية نسبة للكائن الحي الذي يصنعه اسمه الألترناريا الألترناريا هو واحد من المولدس هل سوف نتحدث عن المولدس كمان مرة أخرى، لماذا هذا الألترناريول هو رياكشن؟ دعمين أبحث عن ميتا اكسجن بثن لأن هناك ميتا اكسجن بالبثن فعندي إذا ميتا اكسجن بثن ما هي الألترناريا؟ القرناريا والكنيسلم والأشياء هاي هي كلها عبارة عن فنجاي والفنجاي تكون موجودة في كثير من الأحيان على شكل عفن مثل العفن الذي يطلع على الخبز مثلاً أو العفن الذي يطلع على الحمضيات وهذا العفن في النهاية هو عبارة عن فنجاس صح أو لا؟ هل هذا العفن الذي يطلع على الخبز أو الذي يطلع على الحمضيات هل هو Unicillular Organism أو Multicillular Organism برأيكم؟ ملكي صح؟ لو أعونا لا كناه سنرى هو عبارة عن Multicillular Organism هذا الملكيسلم يكون مكوّن من شجرات لن تكون الملكيسلم تستطيعون تشبهه بالشجرة هذا يكون شكله تحت الميكروسكوب وهذا يكون شكله مرسوم رسماً كل واحد من الكائنات الحية هذه الملكيسلم يسمونه ميسيليوم هو الفنغس هو مايسيليوم كيف أن النبتة موجودة على شكل شجرة وفنغس موجود على شكل مايسيليوم هو أصلاً حتى الميسيليوم بشبه الشجرة تظهر هنا كأنه طالع من جذور كأنه له ساقه كأنه له أفرط أو أغصان بشبه الشجر بالضبط لكن الفرق بينه بين الشجر أنه الشجر الخلايا التي فيه متميزة خلايا البارق غير خلايا الأوراق غير خلايا الزهور بينما في الفنجاي لا الخلايا كلها وحدة الخلايا التي في الميسيليوم كل واحدة منها سأسميها هايفي وجمعها هايفة 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 هاي أنه لدي مجموعة خلايا والمفرد تبعهم هايفة أيضاً الآن الميسيليوم حكينا هو الكائن الحي الواحد وجمعهم مايسيليوم لما أحكي أنه أنا عندي مايسيليا أو فنجاي معناته أنه عندي عدد من هذول الفنجاي الآن الفنجاي التي تكون موجودة على شكل مايسيليوم هذول نسميهم الملد بالعربي ترجمة الملد هي العفن الملد العربي هي كلمة معناها العفن العفن هم عبارة عن فنجاي هذول الفنجاي بنمو على شكل مايسيليوم هذه الملتسللل فيلمنت مكونة من خلايا خلايا اسمها هايفي كما حكينا وجمعها هايفة وكل واحد من هذول الكائنات يسميه مايسيليوم وكل مايسيليوم هو عبارة عن سنجل أورغنزم هكذا يكون شكل العفن أكيد رأينا خبز معفن أو مرتقال معفن وكمان الفنجاي ممكن أنه بالمختبر أزرعوا على البتردش ستأخذوه في لاب المايكرو ان شاء الله هكذا على الأقار ميديا عادي ممكن يطلع عندي الفنجاي أو الملد كما نرى هنا هنا أيضا هذا عبارة عن البتردش طلعوا عندي أنواع مختلفة من الملد موجودة فيهم يعطينا هاي الصورة هكذا كما كانها لوحة متدخلة الألوان هذه هي شكل المايسيليوم تحت الإلكترونيك مايكروسكوب لاحظوا بيّن شبهه أكثر بالشجر صح؟ هكذا كأن الجذر تبعه هون اللي فوق كأنها الخلايا الآن الملد من الأمثل عليهم شغلات كالكلادوسبوريوم البنسيلم الألترناريا الأسبراقيللس الشيتوميوم الفساريوم الكولولاريا هكذا كلها كائنات حية موجودة على شكل ملد البنسيلم يصنع البنسيلم وهو فونغس فعليا كثير من الناس يمكن أن تخيل أن الفنجاي هي الفطرة أو المشرووم صح؟ لكن لا المشرووم هي جزء صغير من الفنجاي أغلب الفنجاي تكون موجودة على شكل ملد وليس على شكل مشرووم فهذه كلها عبارة ملد لا يوجد لهم مشرووم أصلاً والملد كما أردت لكم ممكن أنه بالمختبر نزرعهم اما على ميديا أو على ميديا مختلفة من هذه الميديا مثلاً الرئيس ميديا ما هو الرئيس ميديا عندما تسمع اسم رئيس ميديا تشعر هذا شيء مهما لكنه فعليا فقط رجز ومحفوط عليه ماء يعني فقط هي الرئيس ميديا وزرعنا عليه الفنجس أو هذا الملد فهذا تتوقع بالنسبة للأدوية التي يمكن أن نأخذها من الملد هل الحصول عليها سهل أم صعب سهل صح لأنه ممكن بالمختبر معينة أو ضغط معينة أو هميدتي معينة لكي تنمو لا معظم الملد عادي نضعها بمكان مظلم وستطلع بدون لا حرارة لا مي لا هميدتي فالحصول على الكمباون التي تصنعهم الملد هو شيء سهل بما أن نحن نتحدث عن الملد مع الاروماتيك بوليكي تايد ما تتوقع الملد تصنع الاروماتيك بوليكي تايد كثير من الاروماتيك بوليكي تايد هم عبارة عن الاروماتيك بوليكي لكي أتحدث عن الملد في هذه المحاضرة الآن هناك نوع ثاني من الفنجاي وهي الاروماتيك هي عبارة عن single cellular أو unicellular fungus مثل الخميرة التي تستخدمها بالخبز الآن الصورة النمطية الأكثر عن الفنجاي هي المشروم المشروم هي عبارة عن بعض الملد تعطيني فروتينج بودي تكون الملد تحت الأرض عايش مثل ذلك ومعطيني فروتينج بودي طالع فوق الأرض مثلا أو على جدع شجرة أو أي أن يكون المكان العايش فيه الملد هذا الفروتينج بودي لهذا الملد هو المشروم فالمشروم الذي نأكله إذا كان إذن كان إذن ليس بالصورة المشروم هو مشروم لكن ليس إذن الأمنية مسكارية فطر سام المشروم هي عبارة عن فروتينج بودي للملد لكن كما قلت لكم ليس كل الملد صنع فروتينج بودي وإنما فقط بعض هذه الملد الآن الفروتينج بودي تبع الملد هذا الذي يكون الخلايا فيه متمايزة لكي تكون أشكال المشروم لاحظوا هنا مثلا عندي زي جدع أبيض وزي كاب لونها أحمر ولكن الملد باللغة الطبيعية تبعها لا تكون كلها نفس الخلية فإذا أريد أصنف الفونجاي كان أصنف هكذا الفونجاي إما ملتي سلولار الفونجاي أمثل عليهم اليست الآن الملد هؤلاء أغلبهم تكون ملد عادي ملد مع فروتينج بودي خلاص بعض الملد التي لهم فروتينج فروتينج سأسميها المشروع تمام وكما ما قلنا هذه الفونجاي هي من الكائنات الحية التي تصنيع الأروماتيك والكيتائي طيب نأتي الآن لو هنا دعو أرسلينك أسد أرسلينك أسد دخلوا مع بعض بإستريفكيشن رأيكشن ما هو الأرسلينك أسد ما هو من اسمه لماذا أسد لأنه كاربوكسر أسد ولكن موجود هنا في الاختيفيت فورم وهذا أحسن لإستريفكيشن رأيكشن زي ما نعرف فهن إذن إستريفكيشن رأيكشن بين الألكوهول أو الـ لأرسلينك أسد هو واحد من الميتابولايت تبع التائن حي يسميه لتشن الآن سوف نتحدث عن لتشن ولكن قبل أن لتشن إذا كان لديك 2 aromatic أو أكثر هؤلاء 2 aromatic أو أكثر عملي مع بعض إستريفكيشن كما نرى هنا مثل في حالة الإلكانوريك أسد ساعتها أسمي هذا system deep side system تمام أي نرجع للتشن الآن الإلكانوريك أسد هو metabolite للتشن ما هي التشن أو الأشنات بالعربي هم عبارة عن ماذا؟ هم عبارة عن symbiotic relationship بين كائنين واحد من هؤلاء الكائنين يعطي الغذاء للكائن الثاني لكي يعمل photosynthesis لكي واحد من الكائنات إما سيانو بكتيريا بكتيريا خضراء أو نبات هلأ الكائن الثاني هو الفونغس الذي يأخذ الغذاء يعني الـ لتشن عبارة symbiotic relationship فونغس عندي دائما فونغس موجود والكائن الحي الثاني هو الكائن الحي الذي يعطي الغذاء للفونغس هو إما سيانو بكتيريا أو عبارة عن نبات فعشان هيك شاهدنا قبل كالك أسد هو وعبارة عن metabolite لأن الليتشن فيها فونجاي فأستفيد الغذاء من النبات والثيان وبكتيريا والنبات والثيان وبكتيريا المعظم ترى الاروماتيك polycythides عبارة عن defense mechanism تحمي الكائن أو تحمي هذا السيستم في هذه الحالة لأنه تحول إلى السيستم من البرديترز تبعته نأخذ مثال آخر على الاروماتيك polycythides هناك المكوّن من 6 carbon atoms يعني لدي 3 statutes واحدة منهم صلها reduction وهذه تحول الOH بعد عملنا extension بمقدار 2 carbon atoms هذا extender ضع 2 carbon atoms ثاني extender ضع 2 carbon atoms ثاني وعملنا فولدن لأنه من إستطيع أن نظل في linear form للأبد كما حكينا دائما linear compounds ستجد انطعج مثل الزنبركات بالآخر عندما حصل لدي الفولدن أريبا على مين أريبا على carbon صح ما سيحدث بعد هذا إنترامolecular من alpha carbon على carbon الذي تحت ولم لدي leaving group فالإنترامolecular بعد الإنترامolecular هذا loss of water وهذا loss of water هو الذي أعطاني هذا double bond الذي موجود هنا بعد هذا كم مرة annularization اثنين صح carbon الذي دخلت annularization وتتحول إلى OH double bond ومن أيضا الcarbon الذي دخلت annularization وتتحول إلى OH ويصبح double bond آخر ممتازين صراحة في البيس سنت ستستفعل aromatic poly key time والring الثاني الذي تكون بالمعية الring الثاني التي تكون بالمعية هي نتيجة للإستريفكيشن راكش بين OH وبين الثاني التي ظلت فوق هذا يعطي الكمباون 6-hydroxy meline الaromatic polyketoid وهذه متى oxygenation لا تنصح كاربون وهذه الأورثو والميتى تعتبر oxygenated هذا 6-hydroxy meline ممكن أن يكون مفيد الـ مع السام 1-hydroxy 1-hydroxy الموجود فيه لديه أكثر من O-H وهذه O-H التي تحت هنا هي التي اخذت CH3 وتحول إلى methoxy group وتحول هذا compound من 6-hydroxy إلى 6-methoxy meline 6-methoxy meline عبارة عن compound تصنع الجزر الذي نأخذ لنا هو عبارة عن antifungal stress metabolite of current الجزر يصنع هذا compound لكي يحمي نفسه من الفنجاي التي تهجم عليه تمام أحد لدي سؤال لحد هنا الآن آخر شيء بالمحاضرة هذه المحاضرة ندمرها تدمير بالهدف الـ الـ هل انتهت أم لا يوجد دعنا أشطبهم كلهم مرة واحدة أتوقع حسنا نأتي لهذا compound هذا compound اسمه curvolarene هل هذا curvolarene عبارة عن compound من acetate pathway أم لا compound من acetate pathway لماذا لأنه بسبب وجود الـ oxigenation لأنه عمالنا نشرحه مع acetate أم لا نشرحه هنا لكن هناك on oxygenation صح هذا يوجد benzine ring هذا oxygenated carbon ثم يوجد oxygenated ثم high oxygenated يوجد on oxygenation و benzine ring نفسها فيها meta oxygenation هذا oxygenated carbon ortho لا يوجد شيء و meta هي oxygenated carbon موجود عندي meta oxygenation بثاً على benzine ring و عندي on oxygen oxygen هذا يدل أن هذا compound جاء من acetate pathway وأنه عبارة عن polyketa هذا corvularyne عبارة عن metabolite ل fungus ل واحد من المولد اسمه corvularyne الموجود قدامنا بهذه الصورة المولد المزروع في هذا بتردش وهو مبارة عن compound anti-cancer properties ولكن ليس موجود على شكل دواء لا نعمل علي clinical studies وهو relatively new ليس من compounds الإدام السؤال كيف صار biosynthesis تبع هذا corvularyne كيف نعرف biosynthesis لل compounds حكينا المحاضر الماضي بدأنا تتحدث عن هذا الموضوع عندما شرحنا الـ statins قلنا compound 7 acetate path وماذا تفعلها بالأول لكي تحزر biosynthesis تستبعها أو لا تستطيع المحاضر الماضي لأنها كانت online بالنسبة لكم صحيح حكينا بالأول تدور على الاستر وتكسر وين الاستر الموجود هنا صحيح فوق صح كسرنا هذا الاستر بعد ما نكسر هذا الاستر لا أنا بالعكس رجالي هكسرنا هذا الاستر لما نكسر الاستر الاستر طبعا هو مكون من من الالكوهول وهذه الاستر نكسر لالكوهول على الجهة التي كان فيها الاكسجين وكاربوكسر أسد أو ثيو أستر والجهة التي فيها الكاربون كسرنا الاستر وبعدين ما نفعل بعدين نبدأ عدل الأستات للمشاهدة لأنني عرفت أن هذا القوم من الاستات وشاهدت الان اكسجين تبدأ عدل الأستات من جهة الكاربون بالعدل ف لا أخذ كل 2 كربون مثل السيط Heいう السيط الأول الكاربون وه Brock بعدين الثاني الكاربون وهذه الثالثة الكاربون هذه هذه السيط الرابعة الخامسة الثالثة السابعة السابعة ثالثة الثالث هذا le compound مكون من كم astate units 8for8 eoshenia هذا الكبولات كان صحاً أن ragazement مكون من 8for8 eoshenia ولكن هل بدأت العدد من الجهة الصحيحة أو من العكس؟ الآن في حالد البليكيتود مثل أيها الفليكيتود في الدنيا؟ وبortunة تحتاج إلى كبوليتود هذه الفليكيتود أجلل نعاد eats هذه 2، yi2 fundament وهاكذا الالآخر عند جهد البداية réflهي، وأن تكون كاربون ام من أكسيجيني أم من أكسيجينيترك يجب أن تكون النهائية بالصحيف. النهائية الأ Uponcido يحتاج إلىれて Llنيكو erlebt وها يحتاج إلى هذا الأن gelmiş من non sodium carbon وهي كربوني الأول تبعتون الدجاج الثاني و كربوني التابعتون الدجاج في النهائية سوف يكون Oxy وهكذا. فدائما أول كربونة في اليونت المفروض أنها تكون نن أكسوجيناتب. والكربونة الثانية هي الأكسوجيناتب. فأنا الآن لما بدأت عد. بدأت عد. أنا هل بالشكل الطبيعي أو بالعكس معناته؟ بدأت عد بالعكس ولكن العد بالعكس أسهل. عندما تأتي تعمل دفكشن لبيوسنتيس لبوليكيتويد. تبدأ عد من الكربونيل ولكن أحرف أنك بدأت عد بالعكس أن هذه الكربونيل أو اليونت التي بدأت فيها فعلياً ليس للسارتر. وإنما الإكستندر الأخير. والسارتر هو الشيء الذي بالعد تطلع معك آخر واحد. فهذه للسارتر إذن وهذه كلهم إكستندر. دائماً الكربونة الثانية في أي يونت المفروض يكون مالها؟ يكون أكسوجيناتب. فهي تتأكد أن العد تبعك صح. لاحظ هنا. هذه الأولى ليس لديها شيء. الثاني أكسوجيناتب. اليونتب التي تحت. ليس لديها شيء. الثاني أكسوجيناتب. هذا لا يوجد شيء. الثاني أكسوجيناتب. وهي لم يوجد شيء. والثاني أكسوجيناتب وهكذا. وآخر واحدة. وهو ليس لديها شيء. وهي أكسوجيناتب. ف hombres صحيحون كربونة الثانية في مدذوقا استمتعاي���side. أ 경يك عنها majestad الاكسوجيناتب. إذا وجدت الكربون الأولى أكسوجيا، Ankara الأولى هي mintك. إما يكون عدد غلط. وننتبه من هذا الأشيء. andaks dig our normal oxygen. أو إذا ا 01x Forbessy but to be fun. الأكسجن ليس أصلية. ستكون جاء من عملية على المركب. وشفنا هذا الحكي في السنتزيز لستاتينز في المحاضرة الماضية. بما أنني عرفت الأستاتيونيتس لم أرجع الأستاتيونيتس لأصلهم. كل واحدة من الأستاتيونيتس كانت مفروضاً. هذا هو البوليكيتايد. هذا صار عبارة عن بوليبيتا كيتو إستر. هذا البوليبيتا كيتو إستر. كيف تحول لكل فولارين برأيكم؟ كل فولارين هذا الجزء على الشمال كان عبارة عن بنزين رينج. من الألفا كاربون الذي قريباً على هذه الكاربوني. صح؟ الألفا كاربون هي أسدك فتفقد بروتوم تكون عليها ناكاتف تشارج. هذه ناكاتف تشارج تعمل نيوكرافلك أتاك على الكاربون لفوق. فأدخل بإنتراموليكولر الدول. لهذا صار عندي هنا OH. بعد ذلك OH يصبح هلوسية وهايدروجين من الكاربوني الذي تحت. وهلما هؤلاء الكاربونيتين في الكل فولارين لم يكن أكسجيناتا. صح؟ بالمرة صار عليهم full reduction. ولكن ليس شرط الترتيب يكون صح. ولكن الخطوات كلها صح. يعني loss of water وهذه صار عليهم reductions. ممكن يكون reductions قبل. ممكن يكون بعد. هذا عادي. عندما تأتي تعمل depiction ليس سهل أو في بعض الأحيان مستحيل تحدد ترتيب الخطوات الصحيح. ولكن المهم أن تحدد الـ reactions الصحيحة. فأخذها. يعني عادي. هل صار في loss of water وتكونت هذه double bond؟ وبعد ذلك كيف نتحول إلى بنزين؟ كم analyzation سيحدث؟ ثانتين لأنه لدي two carbonyls فدخلنا في two analyzation reaction وآخر شيء كيف تسكر الاستر من خلال الاستر formation أو الاستر بين الاستر وبين الالكول هذه الـ وهذه عرفنا Bayo synthesis بدون أن نرى Bayo synthesis بالكتاب أصلاً كل فللرين كله ليس محطوط بالكتاب تمام؟ هذه موجودين بالسلايدات لماذا؟ لكي تتعود عليهم وتتعلم عليهم رأينا كل فللرين هذه استبعته الـ synthesis تختلف عن بعض بخطوات بسيطة تدربوا عليهم لكي تتعلموا وتتعودوا كيف نعمل Bayo synthesis الامتحان لحد هذه السلايدة يعطيكم العافية دكتور ممكن أسأل تسؤال تفضلي نحن قلنا المفروض بلوكي تايد ولكن لا أصعر عليهم أي ريداكشن صح؟ ولكن هنا في بيوسنت سكنزر علي ريداكشن الريداكشن يعني هو بصير في النهاية عشان لس يعني هو بالبداية أصلاً ليش صار شو اسمه يعني الريداكشن مش صار هيك يعني وقرب وراحة الأكسجن الريداكشن صار وحول الـ OH وبعدين الـ OH أنا فقتها أزال لصف ووتر فهي هيك يعني مش هي ممنوع يصير عليهم الريداكشن بالمرض بس ظللين محافظين على كل الأكسجن عشان هيك صار علينا الفولدين فهمتي علي أو لا آه هي ما بتكون أنه خطوة هي بيكون ريداكشن عشان نعمل الريداكشن بالضبط يعني شوفي هو الريداكشن رح يصير بعد الفولدين والأنترام مليك الارالدول وكليزا تمام يا شهد تمام خلص دخلوا المحافظة بعدين السلام سلام